هيا نروح مع حضراتكم لفقرتنا التالية وهي الحقيقة يعني فقرة تهمنا كلنا بقى دلوقتي يعني الحمد لله احنا يعني كل سنة وانتوا طيبين شهرة الحجة من الشهور المباركة الشهر اللي بنشهد فيه يوم عرفة واللي بيتم فيه تأديد شعيرة الحج وطبعا ايضا الايام العشرة يعني يمكن احنا بالنسبة لنا مرتبطين بزيادة كمان العمل الصالح شهر مليان بفضاء العظيمة ما هي بقى الاعمال المستحبة خلال هذه العشر الايام وهل هذه الايام هي التي اقسم الله بها تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفجر والليل العشر كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من ضفنا اللي منوارنا الشيخ السيد عرفة عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية صباح الخير على حضرتك صباح النور اهلا بك وكل سنة وانت طيب وحضرتك وامة سيدنا النبي بكل صحيح والسلام وخير وسعادة في ربوع الدنيا بأسرها اللهم امين اللهم امين هل هذه هي فعلا الايام العشر يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال لعليك والموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها يا ربنا البركة والفرج والتيسير وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام وتجمع شملنا بها مع النبي العلام على آله وهدات الإسلام وأصحابه الأعلام وسلم تسيماً كثيراً والوصولial بالفعل ونحن في أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هي العشر الأوائل من ذي الحجة ونحن في أول يوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق يعني أفضل من الأوائل من رمضان آه هي أيام العشر الأول من ذي الحجة طيب ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضرتك تفضلت وتكرمت أقسم بهن فقال والفجر وليال عشر سيدنا من عباس لما فصر الآية دي قال هم العشر الأوائل من ذي الحجة طيب دول أفضل أيام الدنيا على الإطلاق آه أفضل أيام الدنيا طيب حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الأئمة معدى الإمام البخاري من حديث سيدنا من عباس أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر فقال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني الأعمال كلها عند ربنا أفضل في العشر تيمدل آه لأن ربنا هو مفضل الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام وهو الخالق لهن سبحانه وتعالى فالصحابة بقول ولا الجهاد في سبيل الله لأن سيدنا النبي علمهم أن الجهاد ده أعلى حاجة لأن الإنسان يجود بنفسه وبماله زي ما أرى بنا في صورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون طيب الصحابة بقولوا له ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناءه إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يعني واحد بذل نفسه وبذل روحه وأمواله في سبيل الله طيب حضرة سيدنا النبي علمنا الإغتنام اللي هو بنقول عليه استثمار الوقت وأنا في العشر تيام دول طيب أنا عندي عبادات كتيرة عندي الصيام طيب الصيام عموما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله فختم له به في رواية الإمام مسلم دخل الجنة عند الإمام الترمذي بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفة يعني سبعين سنة طيب أنا أولى أغتنم الأيام دي طيب إيه كمان من الأعمال الصلاحية طيب إيه مساحة بكلم عن الصيام عشان أنا كنت ناوي الصيام مبارح تمام النهاردة شربت مجد كده وبعدين الناس بتنقسم العلماء علماء الدين بينقسم وفي حد يقول لك كم الصيام عادي وفي حد يقول لك لا ما ينفعش تكمل الصيام وافطر حد يقول لك لا ده الرخصة في رمضان بس يعني لو مسيت وانت صايم في رمضان ما فيش مشكلة كم الصيام إنما بالنسبة للصيام للنوافل لا هنا أنت تفطر وملكش الصيام لأ دول مش علماء الدين دول العوام الدرج عند الناس الدرج عند الناس وأنا في رمضان وشربت مثلا أكم طب أي يوم تاني يقولك لا افطر بقى خلاص يعني في اتفاق من الجمهور لا اتفاق من العلماء لحديث حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طالما في حديث ما ينفعش أنا أجتهت ما ينفعش أضيف ما ينفعش أحط الطتش بتاعي لا خلاص سيدنا النبي علمنا كده من أكل أو شرب وهو صائم يعني ناسي فليتم صومه فكأنما أطعمه الله وزقاه خلاص يبنا أنا وأنا ناسي أكلت الشرب لا ده طعمة من ربنا سبحانه وتعالى لحضرتك بقى لا إنما أكمل صيامي طب والأيام دي برضو عشان نتعلم في الصيام مش لازم أنوي النية فيها من الليل بمعنى أن دلوقتي صحيت من نوم الساعة ستة مثلا بعد الفجر ما أكلتش أو شربت فقلت ما أكمل يعني النهاردة نحن في أيام مفترجة ينفع أكمل؟ آه ينفع أكمل حضرة سيدنا النبي في النوافل كان يقوم من نوم يسأل ستنا سيدة عائشة عندنا طعام النهاردة يعني فيه أكل فتقول له لا يا حضرت سيدنا فليقول أني صابت يعني مش لازم أبيت النية وتصحر وجب زباد لا 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 خلاص أنت ممكن الساعة 8-9 نصحيت ما أكلتش أو شربت أقول له الله يا جماعة أنا أصوم من نارد ولكن بنقول الأولى والأفضل ادخال البركة على البيت بمعنى أن أنا أقول لمراتي زوجتي وأولادي إحنا في أيام مفترجة إحنا لازم نصوم عشان ناخد البركة هو ده الدال على الخير بقى إن أنا أقول للأسرة بتاعتي إن أنا عاوز أعمل خير ونعلمهم الخير ما عليش بيقوله أنت شربت مجة كامل هل الكمية تفرق؟ لا لا الكمية خلاص إحنا قولنا ديب من عبد ربنا طول ما أنت ناسي طولك المجة خلاص أه الحد ما خلاص بس الأولى والأفضل نحنا نركز شوية نعرف إحنا صايمين كل من العيام اللي جاء إن شاء الله إن شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله رب العالمين ودي أعمال طيبة أعمال كلها خير وبركة ونفحات من ربنا لأمة حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله عشان فيها إكمال الدين وتمام الدين بركنه العظيم ألا وهو ركن الحج والأيام اللي احنا فيها دي يعني زي ما احنا بنقول شهر ذو الحجة ده آخر شهر في السنة هيجي بعد شهر محرم اللي هو أول شهر في السنة اللي هو بداية عام هجري جديد ربنا يجعل أيامنا كلها سعادة ويجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين اللهم أمين طيب احنا اتكلمنا عن الصيام في عندي مثلا قراءة القرآن لأن الأيام دي أيام ذكر لله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أفضل الكلام ذكر ربنا سبحانه وتعالى وأفضل الذكر قراءة القرآن يعني عشان ما نختلفش كده العلماء لما يجوا وقلوا ذكر ربنا يعني أقول سبحانه الله والحمد لله الله أكبر ولا إله إلا الله أفضل ولا قراءة القرآن لا قراءة القرآن أفضل ليه لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى المتعبد بتلاواته أنا ما أقرأ حتى لو قرأت الفاتحة كده هو أنا دي أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى لذلك لما جي راجل في يوم من الأيام الحضرة سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم الناس بقولوا له الراجل ده كل ما يصلي بينا يقرأ كله والله أحد تخيل أنت واحد كده كل ما يجي إمام ما بيصليش غير بكله والله أحد أو بيختم الصلاة بتاعته بكله والله أحد يقرأ في أول ركعة بعض الآيات وتاني ركعة يقرأ كله والله أحد فالناس قالوا سيدنا نبي كل ما يصلي بينا بيقرأ كله والله أحد فالراجل جاء قدام حضرة سيدنا نبي فسيدنا نبي قالوا يعني أنت مش حافظ غير كله والله قالوا لا حافظ ولكني أحبها يعني بحب كله والله أحد اللي هي تعادل ثلث القرآن فسيدنا نبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله يحبه لأنه يحب هذه الصورة يعني ربنا حب الرجل ده عشان بحب يقوله والله أحد البسيطة عندنا ولكن عند ربنا هي كبيرة سبحانه وتعالى ليه لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى يبنا عندي الصيام عندي الذكر والتسبيح والتهليل سيدنا نبي يقول ذهب المفردون إلى الجنة قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يب وإحنا في الأيام دي نذكر ربنا سبحانه وتعالى بسوط عالي أهى واذكروا الله في أيام معدودات ربنا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رافث ولا فسوق ولا جدل في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب يبنا بشارك الحاج بشارك الحاج في الذكر لذلك العلماء يعبروا بده في العشر تيام دول بأن الذكر نوعان ذكر مطلق وذكر مقيد ذكر مطلق يقوله طول العشر تيام ذكر يعني قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حوله ولا قوة إلا بله ده اسمه كل ذكر طيب إنما عندي المقيد هنا تعالى شوية ده أنت هتيجي هنا من فجر يوم عرفة اللي هو التكبرات الجميلة بتاعتنا فقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا ليه صغة التكبرات اختلفت عن زمان ما اختلفتش ولا أي حاجة ده اسمه الوارد عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما عندنا لما جه سيدنا الإمام الشافعي مصر هنا لأن سيدنا الإمام الشافعي عاش في العراق وعاش في مصر فلما جه مصر هنا عمل حاجة اسمها المذهب الجديد فجه سيدنا الإمام الشافعي الذي يلتقي في نسبه مع جده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسم الخامس سيدنا الإمام الشفعي يلتقي نسبه مع سيدنا النبي في الجد الخامس طيب سيدنا الإمام الشفعي كان بحب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا محبين لرسول الله حب يضيف في التكبرات حب يقول اللهم صلي على سيدنا محمد ده الإضافة اللي عندنا بقى وعلى آل سيدنا محمد ده إحنا مشاءنا ليه الله يفتح عليك بعض الناس يقولون إن ده بدعة بس بتهيق لي عمر ما سيدنا الإمام الشفعي هيعمل بدعة يبعد فيه عن حضرة سيدنا النبي لذلك بنعلم كل الناس البدعة أي حاجة تبعدني عن سيدنا النبي وعن ربنا هو ده اسمه البدعة إنما تقول لي معلش أصل السبحة دي بدعة والله مش بدعة والله صلى حسنة كل ما يقرر من الله ورسوله زي ما قال الشيخ هيقوله كل بدعة ضلالة البدعة زي ما قال الإمام الشاطبي في الموافقات وده مش كلام برضو أي حاجة تبعدني عن حضرة سيدنا النبي دي اسمها بدعة يعني أي حاجة تخدني من طريق ربنا وطريق حضرة سيدنا النبي دي اسمها بدعة يعني حاجة تلهيني عن ربنا إنما أي حاجة تقربني لربنا استحالته ببدعة فلما صلي على حضرة سيدنا النبي دي أفضل الأعمال لربنا سبحانه وتعالى إن الله وملائكته ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى سيدنا الإمام الشافعي في الأذان انفرد عن العلماء كده يجي في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله شوف مقام الأدب ما يقولش أشهد أن محمد رسول الله فيقول له أنت كده بتحرف أنت كده بتبتدع لأن الأذان نص توقيفي يعني توقيفي يعني ما أقدرش أضيف أو أزود فيه كلمة أو حرف زيه زي القرآن فيقول لهم لا هذا مقام الأدب مع سيدنا رسول الله من أكين الإسلام شهدت أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله سيدنا الإمام الشافعي ما يقولش كده يقول وأن سيدنا محمد رسول الله تعظيما وإجلالا وإكراما لقدر سيدنا رسول الله لذلك سيدنا بن عباس يقول ربنا ما ندى السيدنا النبي بيا محمد أبدا في القرآن يقول له يا أيها النبي يقول له يا أيها الرسول حتى لما جاء اسم سيدنا محمد اخترنا بالنبوة والرسالة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله محمد رسول الله ما يجبوش كده عادي قرص نحن نكلم عن وارد رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إيه السنن المتبعة في هذه الأيام المباركة يعني إيه السنن اللي وصل لنا المؤكدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام المباركة أحسنتي السنن المؤكدة عن حضرة سنن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب مسلم من حديث ستنا أمه سلم كان رسول الله يصوم التسع من ذي الحجة يعني أول تسعة أيام دول سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان بصومهم بخلاف حديث لستنا السيدة عائشة هي قالت ما شفت السنن النبي ولكن ستنا أمه سلمة والستنا حفصة أكدوا أن هم شفوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يباحنا قلنا الصيام عندي كراءة القرآن عندي الذكر والتهليل والتجبير لله سبحانه وتعالى قولنا الذكر نوعان عندي مطلق وعندي مقيد مطلق أن أنا بذكر ربنا في أي وقت إني وقت في بيتي في عربيتي في المواصلات في الشارع في الشغل بتاعي وأنا قاعد كده بذكر ربنا سبحانه وتعالى من شرط العدد ما فيش حاجة أسمع عدد في الذكر دين ده الشرقية كنت أسأل حضرتك لأنه في ناس لما بنشوف حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف فيديوهات اللي مش عارفة لقضاء الحاجة ولتسهيل الأمور وللرزق وللشراء منزل أذكر بعدد معين فأنا أشكركم بتأكد من حضرتك أنا معرفش ده صح أو غلط أو في حاجة فعلا موجودة أو دي سنة أو لا فأشكركم بتأكد من حضرتك ربنا لما تكلم عن ذكر قال يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة يعني الصبح كده وأخر النار طيب الذكر بعدد معين للحاجات اللي احنا بنشوفها على مواقع التواصل دي اسمها عند بعض العلماء مجربات يعني مجربات يعني واحد مثلا قال يا لطيف ألف مرة اللي هي الأوراد زي الأوراد مثلا زي الأوراد دي اسمها مجربات عند العلماء اللي هم أهل الله يقولوا مثلا اللي يقول يا لطيف ألف مرة مش عارفة يحصلوا ويه دي اسمها مجربات وإنما ممكن هي مشيت معاها ممكن ما دي مشيش معايا أنا لذلك أنا بشتغل على نفسي في ذكر ربنا في الصلاة على حضرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحاول أشغل نفسي في هذه الأيام بأي حاجة تقربني ربنا سبحانه وتعالى كذلك أنا عندي برضو الصدقة كذلك أنا عندي مساعدة الناس حضرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فضل الصدقة في الأيام دي لها ثواب كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى لذلك يقول رسول الله قال الله في الحديث القدسية ابن آدم تقول مالي 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 يعني بشتغل لي عشان أجيب فلوس عايش في الدنيا لي عشان أجيب فلوس وأصرف وهلك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت الصدقة دي هي الباقية عند ربنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق لذلك وإحنا داخلين حتى عندنا يوم العيد يوم العيد ده بنعمل فيه بنذبح الهدي ليه نتقرب بيه لربنا طب نعمل بيه بنوزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين ليه لإن ده يوم عيد يوم سرور وإدخال فرحة على قلوب الفقراء والمساكين فلذلك أنا عاوز أتخلق بخلق المساعدة والمسامحة وعاوز أتخلق بالأخلاق الكريمة في التسعة يام دول قبل يوم العيد اللي هو يوم الجائزة يوم عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى لذلك كمانا عندي يوم عرفة في التسعة يام دول عندي يوم عرفة طيب فضل يوم عرفة ده ده أفضل أيام الدنيا على الإطلاق الصيام كمان يعني الصيام يوم عرفة مقرنة ببقى الأيام أحسنت ودي ودي يمكن ميزة لأمة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يوم عشراء اللي بصوم يوم عشراء يكفر عنه سنة ماضية إنما عندنا يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده من صام يوم عرفة احتسب عند الله أن يكفر له سنة ماضية وسنة قادمة يعني يكفر عندي سنتين طيب يوم عشراء ده كان لسيدنا موسى إنما يوم عرفة الأمة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الأعمال في يوم عرفة الدعاء الدعاء يبنا عندي في دعاء مستحب الدعاء آه لا إله إلا الله سيدنا النبي علمنا كده العلماء لا إله إلا الله قير ما قلت أنا والنبيون من قبل النبي أقول كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير ده أفضل الدعاء في يوم عرفة لذلك أنا دايما لساني ودايما كده أذني شغال بالدعاء وقلبي شغال بالدعاء مع الله في العشر تيام دول ما اغفلش عن عبادة الدعاء أبدا عاوز حاجة لنفسي مش تعيب مطلوب من ربنا سبحانه وتعالى عاوز حاجة لولادي مطلوب من ربنا سبحانه وتعالى في ناس بتعرفش بتعرفش يعني في ناس بتعتقد أن أنا تأدبا طبعا مع الله سبحانه وتعالى لازم أدعي بألفاظ معينة وبكلمات معينة وبصيغة معينة عايزة أعرف من حضرتك هل لازم ندعي بصيغة معينة ولا كل واحد ديدي أو يتكلم أكنه بيتكلم أو بيطلب من الله سبحانه وتعالى سؤال جميل بالفعل ناس كتير بتسأل السؤال ده أنا ما عنديش العبارات المنمقة يعني أنا عشان أرفع إيديا ربنا أنا لازم يعني يكون طالب كده باستحياء من ربنا سبحانه وتعالى أقول لكل الناس لا ادعي باللي في قلبك الراجل جل حضرة سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال له إني لا أحسن دندنتك ولا دندنتك معاذ يعني أنت كلامك حلو واللي أنت بتقوله جميل وسيدنا معاذ لأنه كان بيقوم من ناس بعد سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم فكان بيقول كلام طيب و جميل فالرجل على الفطرة على الطبيعة خالص بيقوله أنا ما عنديش الرونك في الكلام ولا الأسلوب الليل أنت بتقوله ده طب سيدنا النبي يقوله غير أو تعلم قال له لا قاله ماذا تقول قال له أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار هم كلمتين بقول يا رب دخلني الجنة وابعيدنا عن النار يوم سيدنا النبي يحط يده على كتف الراجل كده ويتحك ويقول له حول كل هذا ندند يعني كل الدعاء بتاعنا حولين الكلمتين اللي انت بتقولهم إنما سيدنا لما قال له اشغير أو قال له روح اتعلم لا ربنا عاوز منا حضور القلب إلا من أتى الله بقلب سليم لذلك علمنا أدعو الله وأنتم مقنون بالجواب بالله يقع لسانك بالله يخرج من قلبك لأن هذا هو الصح ربنا عاوز منا أننا ندعوه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وإحنا في هذه الأيام أفضل أعمال لربنا الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ربنا يتقبل بنا جميعا صالح الأعمال يعني وربنا دايما يديم علينا الأيام بخير وبصحة بإذن الله مشكور حضراتك جزيل شكر الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية كل سنة وحضراتك طيب مرة تاني نورتنا في سبع الخليم وحضراتك بقى الفتوى والسلامة شرف طيب حضراتك